اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدنا يتكامل دور الإدارة المدرسية بالتعاون مع المعلمين والمعلمات والأهل من أجل عملية تربوية تعليمية متكاملة فكيف تقسم هذه الأدوار وكيف نعزز اتباط الطالب بالمدرسة ومكوناتها وكيف ننمي مواهب الطلبة واهتماماتها ننشيب على هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفتنا من داخل الاستوديو المربية السيدة اسماء فتحين مديرة مدرسة بنات دير بلوت الأساسية أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك نسى صباحك وشكرا أنك أجلسين من دير بلوت جينا من سلفيت أنا من سلفيت جينا لهنا في رمضة نعم أكيد تحية لكل أهلنا في سلفيت وفي دير بلوت وفي كل مكان بداية لما نحكي عن المدارس الفلسطينية والأمس الحقيقي كان لدينا إنجاز حقيقي يعني متعلق بالمدارس الفلسطينية وهي مدرسة طلائع الأمال اللي حصلت على أفضل مدرسة على المستوى العربي في مصابقة القراءة في تحدي القراءة وهذا بخلينا أيضا يعني نعود لنركز على أساس المدرسة في العملية التعليمية بداية خلينا نحكي قديش مهم يكون في هذا التوافق ما بين الإدارة والمعلمات من أجل أن تكون عملية تربوية تعليمية متكاملة نجاح أي إدارة مدرسية ومدرسة مرتبط بثلث عوامل أساسية أول شيء المعلمات ثم الطالبات ثم الأهل أهم عمل أنه اللي يعمل المدير مع المعلمات كفريق متكامل العمل بروح الفريق داخل المدرسة لإنجاح العملية التعليمية لابد من توفر الكفايات اللازمة لدى المعلمين لتوفير تعليم أفضل للطالبات يعني يكون المعلم يستخدم الأساليب التعليمية الحديثة سواء استراتيجات التدريس الحديثة سواء استخدام التكنولوجة في التعليم التعلم النشط التعلم عن طريق اللعب الدراما توفر الإمكانيات المتاحة داخل المدرسة توفرها حاجة كثير ضرورية من أجل إنجاح العملية التعليمية نحن نخرج عن التعليم التقليدي الروتيني نخرج عن الإدارة التقليدية نخرج عن هذا الأطر كلها وناخذ إطار جديد نتعلم بمنهجية جديدة لأنه من هذا يتطلب أن يكون المعلم يمتلك كل هذه المهارات والأداء لدى المعلم نجي ننخ على الطالبات يجب أن نوفر للطالبات بيئة تعليمية جاذبة مشوقة داخل المدرسة التعليم عن طريق الدراما حكينا عن طريق اللعب طبعا مش كل الحصص رح تكون لعب ولا كل الحصص رح تكون الدراما حسب الموقف التعليمي التعلم بالممارسة توفير الأنشطة الأنشطة التعليمية الهادفة والأنشطة اللامنهجية أيضا هي متنفس للطالبات نحن بالمدرسة عندنا نطبق العديد من المبادرات مبادرة صندوق المفاجئات هي مبادرة تكاملية متكاملة عبارة عن صندوق يوضع داخل المدرسة داخل الصف فيه سبع بطاقات ألوان مختلفة كل البطاقة تمثل سلوك أو هدف لدى المعلم للطالب نوضع البطاقات داخل الصندوق طبعا البطاقة لازم تكون مختومة واسم الطالب عليها واسم المعلم اللي منحط البطاقة السبب من هذه البطاقات حضور ولي الأمر عند الدعوة له بطاقة طالب إذا جاءت أمك تسأل عنك كمان إذا قرأت ثلاث قصص ولخصتهم بالمكتبة إليك بطاقة خضرة إذا التزمتي إذا حضرت الواجبات واشتغلت استمرت تحضيره سلوكك كان إيجابي داخل المدرسة بتأخذ بطاقة إذا كمان التزمتي بالزي الكشفي لطالبات الكشافة وإذا بنفذت كل الأنشطة بتأخذ بطاقة إذا استخدم إذا حضرت وسيلة مميزة من البيت إنتجتي إمك أنتجت وسيلة تعليمية مميزة إليك كمان بطاقة العديد من البطاقات النظافة المحافظة على نظافة الصف على مدار الأسبوع على مدار الشهر في لجنة من مبادرة مدرستي أحلى وأنظف من الصحة المدرسية بتتابع النظافة داخل المدرسة بسجلات خاصة الصف اللي بيكون على مدار الشهر الصف نظيف بنمنحه بطاقة نظافة وبنعزز هذا الطالب وبنفتح الصناديق من مجلس الأمهات وتمنح الطالبات جوائز تحفيزية لالتزامهم بالسلوكات داخل المدرسة نعم جميل كل هاي النقاط وكل هاي الاستراتيجية يعني خلينا نحكي هي واحد من الوسائل اللي بتدفع الطلب بينهم بالفعل يعني يشعروا بالانتماء ده على مدرسة حبوا المدرسة حبوا المدرسة يحافظوا على مرافق المدرسة يعني أنا طوال العام الدراسي ما بصير عندي خراب داخل المدرسة لا فيه أدراج بتنكسر لا فيه كراسي بتنكسر الطالب بيكون حريص على المحافظة على مرافق المدرسة لأنه فيه تعزيز أي سلوك يطبع تعزيز بيكون فيه نجاح داخل المدرسة هذا الصندوق أنا والمعلمات مريحني في العمل داخل المدرسة فيه التزام أحيانا يتطلب وجود كمان اللي هي مبادرات أخرى لشخصية الأسبوع بدأ أنا بتطبيقها هذا الفصل فيه حدث طارق في المدرسة بتطلب وجود شخصية الأسبوع هذا الشخصية ما بتهتم بس بالتحصيل بتهتم بالسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة النظافة قص الأظافر الترتيب الكتب وإلى غير ذلك بيكون لها بنحطها في مكان بارز داخل المدرسة بنعزز الطالبة ومعاها فرصة كل أسبوع لكل طالبة إنها تطنع من طلصات ما بيجي نهاية السنة كل الصف تقريبا التزم بهذه السلوكيات بتخفف العنف داخل مع الطالبات مع بعض هنا البعض أكيد سيد أسماء كل هذه الأساليب أيضا قادة المدرسة إلى نجاحات وإنجازات على مدار ست سنوات اللي أنت كنت فيها في الإدارة حديثينا أكثر عن ما حققتها هذه المدرسة طبعا نتائجنا كثير متميزة بنفوز في المسابقات التربوية شاركنا في تحدي القراءة رغم الفئة العمرية الصغيرة اللي عنا لأننا بنركز كان في قبل سنتين فوزنا على مستوى الوطن المرتب الخامسي فكان يعني هذا إنجاز كثير رائع كان عنا داخل المدرسة بنفوز في المسابقات التربوية في إلنا كمان في المبادرات في عنا تميز داخل المدرسة كل هذا كل مفوزنا في مبادرة إلهام فلسطين هذا شيء رائع يعني مشاركتنا في كافة الأنشط على في عنا خطة نشاط متكامل لنهاية العام تطبق داخل المدرسة كل كل لجنة إلها عملها إلها دورها حتى مع مجلس الأمهات يعني والمجتمع المحلي هو شريك فاعل وداعم حقيقة حقي داخل المدرسة المجتمع المحلي كمان بلعب دور طبعا المجتمع المحلي له الأساس هو الأساس هو الأساس في دعم الإدارة المدرسية يعني ليس إحنا ما نتحدث فقط عن الدعم المادي التعمل معنا وله أثر الأكبر لما إحنا ندعو لاجتماع لمجلس أولياء الأمور يعني تقريبا كل الأميات يجب يحضروا الاجتماع مهتمين حرصين على كل كلمة إحنا بنقولها كل رسالة إحنا بنوجهها للأهل في تواصل مستمر مع الأهل سواء رسائل مكتوبة رسائل على الإنترنت بكافة الوسائل إحنا بنحاول نتواصل مع الأهل حتى إنه يضل التواصل فهذا التواصل بريحنا إحنا داخل المدرسة وبرفع مستوى التحصيل عند الطالبات يعني إحنا بندرس مستوى الامتحان بداية السنة بنعمل اختبارات تشخيصية بنعمل وأبراك عمل تقويمي في نهاية الفصل بنقوم وين إحنا بنرجع على بداية الفصل الثاني بنعمل كمان مراجعة واختبارات تقومية للمهارات اللي أخفى فقوا فيها لأننا إحنا المرحلة عندنا كثير مهم التأسيس يعني في مهارات متكاملة يعني أنا مدرسة أساسية تختلف عن مدرسة ثانوية المدرسة الثانوية لها خصائصها الطالب يجب أن يمتلك بالإضافة للمهارات المعلومات إحنا بنكتسب في المرحلة الأساسية المهارات ومعلومات بسيطة المعلومة من أي مكان الإنسان يستطيع الحصول عليها لكن مهارة الاستفادة من هذه المعلومة هو الأهم صحيح سيدة أسماء يعني إلى أي مدى أيضا هذا كله يعني هذا الشغل وهذا الخطوات وهذه البرامج تاخد وقت وجهد يعني سواء من الإدارة وأيضا بيلزم يكون في تعاون كامل من قبل المعلمات أهم شيء التعاون أهم شيء أي مبادرة تطرح داخل المدرسة بتكون بتشراكي مع المعلمات أنا بطرح الفكرة بنقع نعقد اجتماع اثنين ثلاثة حتى نبلور الفكرة ويكون المعلمات مقتنعين فيها لأنه إذا ما اقتنعوا ونفذوا بيكون أنا كل الأفكاري ما إلها هدف يعني ما إلها أهمية داخل المدرسة فبيكون حتى تطبيق مبادرة صندوق المفاجآت يعني المطلوب من المعلمة فقط هو منح البطاقة مراقبة تسلوك ومنح البطاقة مجلس الأمهات هم اللي بيفتحوا الصناديق وبعدوا بيجيبوا الجوائز وأنا بفرق على السجلات لأنه رح تكون تراكمية للطالب لخلال العام فهي كل شهرين تقريبا مرة إحنا بنفتحها نعم وأيضا كمان بيكون فيه وقت يعني من أجل إعداد هذه البرامج تقويم الامتحانات طبعا ووضع أفكار جديدة يعني من أجل أيضا تحفيز الطالبات طبعا أكيد يعني إحنا حقيت بالشراكة مع مجلس الأمهات والمعلمات ما في شيء يتم داخل المدرسة إلا بالشراكة الحقيقية معهم يعني ما أنا باجي نفرض هذا الإدارة التقليدية مش موجودة عنا نعم فما بفرض أي شيء لكن يتناول بالتشاور مع المعلمات نعم سيدة أسماء كيف تشوف في ردود فعل الطالبات يعني هل على مدارة السنوات كان في تغير ملحوظ سواء في الأداء الأكاديمي وأيضا على المستوى السلوكي يعني في المدرسة والانتماء للمدرسة وحب يعني القدوم للمدرسة كل يوم الحمد لله يعني باجد إقبال كبير من الطالبات للمدرسة بحبوا المدرسة بتلاقي البنة حريصة إلى أنها تحضر وسيلة مميزة حريصة إنها تجي على المدرسة منظمة مرتبة يعني ما شاء كل من يزور المدرسة يلمس هذا الشيء داخل المدرسة محافظة على البيئة المدرسية يعني إحنا لما نحكي عن بيئة المدرسية للحصة السادسة أي حدا بيجي بيزور المدرسة يجد المدرسة نظيفة بتفاجأ وبنات صغار مدرسة نظيفة لأن البنة حريصة أني أنا لازم نأخذ بطاقة للصندوق لازم أنا أحافظ على مرافق المدرسة يعني الأدراج طول السنة ما بنحتاج أن نغيره ولا درج جميل ولا درج الكراسي فيها صيانة مستمرة الطالبات في لجنة من اللجنة الصحية مع الآذنة بتشتغل هذا العمل ما بحتاج أنا عمال لهذا الأمر يعني هذا كله دليل على ارتباط يعني الجدران الرسومات الموجودة داخل المدرسة لها ست سنين وهي على حالها لم تتغير هذا كله دليل على ارتباط طالبات في المدرسة أصبحت الانتماء للطالبات للمدرسة وحب للمدرسة بالفعل أدي أشهر كمان بساعدهم لما بنحكي في المرحلة تأسيسية أنه إحنا من أصل يعني سواء هاي السلوكيات هاي الأخلاق حتى على مستوى الأكاديمي هذا التحفيز لحتى لو يوصلوا لمراحل متقدمة بيكونوا بالفعل يعني هم تم إعدادهم جيدا لهذه المراحل إحنا في هذه المرحلة نقوم بغرس لذور التربية بغرس بهارات التعلم لدى الطالبات من ثم يعني أنا بتفاجأ بتجي أمهات من بناتهم كبروا ما شاء الله والله بنتي انتقلت والله شكرا يا سيد أسما فعلا انتعبت معانا في هذه المرحلة وصلنا لمرحلة كثير ممتازة مع بناتنا نغرس هذه البذور وتنميتها فيما بعد يعني إحنا مرحلتنا ها يعني المرحلة الأساسية فيها مرحلة نمائية محددة يعني نقدر نشتغل فيها المرحلة لكن تنمية المواهب وسقلها بيكون في المرحلة كبيرة أكثر تظهر أكثر لكن تجد البنت عندها ميول في القيادة المدرسية بنعطيها ناوبة مع المعلمة بنعطيها دور القيادة بالفعل هاي نقطة مهمة في الإذاعة المدرسية طالبة متميزة حافظة إحنا نعطي دور لكل الصف نطلعوا على الإذاعة المدرسية يغنوا بصوت جماعي بنخلي البنت لعنتهم خجر بنوضعهم من الأمام بيكون عنا فيه ترتيب نعطي حفظ لكل الصف نعطي حتى إذاعة المدرسية أدوار لكل الصف يعني بيكون مقسم حسب اسمهم في سجل الحضور والغياب أول خمسة لهذا اليوم حسب دورهم وهو متكرر على عشان نشمل كل الصف يكون داخل على الإذاعة المدرسية وأخذ دور قيادة يعني بعتبرها أني أنا دوري قيادة داخل المدرسة سيدة اسماء هاي نقطة مهمة يعني لما بيكون في طالبة متميزة عندها موهبة معينة كمان كيف بتم الانتباه والاهتمام بهذه الموهبة مثلا وتميتها وتوجيهها بحيث أنه كمان نسق لهذه الموهبة ويعني أكيد منقودها لميول جديدة احنا في البداية كل لجنة لها عمل يعني اللجنة الفنية إلها دور تكتشف المواهب الفنية في المدرسة اللجنة الدينية تكتشف مين أنتم حفظ مين أنتم كذا اللجنة الثقافية كل لجنة إلها دورها فإحنا نكتشف المواهب بطريقة سريعة يعني ما بيكون عنا صعوبة في اكتشاف هذه المواهب نعمل على تنميتها يعني البنت اللي فرضا عندهم حب للقراءة 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 للقصص أطلخيصها تأليف كصة نجعلها تأليف كصة بنعززها نعزز هذه الطالبة على تأليف الكصص البنت اللي عندها نيول في حفظ القرآن يوميا بنعمل على أنهم يطلعوا البنات على إذاع يقرأوا قرآن ما يحفظوا وحتى إحنا يعني ما معتمد لأنه والله مطلوب مننا من المديرية أننا نخرج طالبة واحدة للمسابقة لا إحنا بنعمل لجنة في المدرسة بنعلن عنها إعلان على صفحة المدرسة بتسجلوا عندنا الطالبات اللي بحابين يحفظوا ببالش نسمع في نهاية شهر 12 بنعطي فرضا مسابقة بنعمل مسابقة للطالبات أربعة خمسة تأهلوا للمرحلة القادمة للطالبات كمان نقول لك احنا معطيهم حوافز إما شهادات في نهاية العام الدراسي وهدية حتى أتجعهم أنا بهدية فهم يتلاكي أن أنا محفزة حتى لو كانت شهادة طالبين في المياه عندها تكون هي أكاديمية متميزة لكن استطاعت تحصل على شهادة في شيء أخر داخل المدرسة هذا بنمي شخصيتها وبنمي هذه الموهب عندها أكيد نحن دائما بحاجر لهذا التحفيز يعني نحن صغار كبار يعني يمكن بحاجر لهذا التحفيز حتى وإن كنا منحب شغلنا منحب دراستنا لكن دائما منحب أن نقدر يعني من قبل آخرين سيدة أسماء يعني فيما يتعلق أيضا بالدراسة والنشطات اللامنهجية كيف بتم التقسيم مبين تركيز على الدراسة مواضيع محددة حصص مختلفة وأيضا إذا في نشطات لامنهجية تنفذ سواء أثناء الدوام المدرسي أو ربما بعد المدرسة طبعا إحنا حريصين على النشطة اللامنهجية عندي خطة نشاط متكاملة بتكون من بداية العام لنهاية العام هذا لكل شهر بشهر أنا عندي نشاط الكشفي لهم كذا النشاط مجلس الأممات أنشطتهم معروف في هذا الشهر عندهم يومين بالشهر رح ينفذوا مبادرة أم رح ألعب مع أمي بهذا اليوم لأنه بيكون هذا السف رضا عليهم فن مع الفرصة بنشبك الأمور يعني انها تكون الأمور مالها متكامل ما تأثر على التحصيل الدراسي للطالبات عندهم رحلة ترفيهية عندهم مشاركة قطف الزيتون داخل البلدة الكشافة زيارة مسن استضافة مسنات داخل المدرسة اللي عام عملنا أجول المسنات في يوم المسن العالمة فتر عملوا مفتول للبنات والبنات شاركوا بعمل مفتول وما تمتبخوا للبنات أطعون من الطالبات اليس استنيئ المسنات عملوا لنا زلابيئ داخل المدرسة فهي لا تؤثر على التحصيل الدراسي. لا تؤثر على التحصيل الدراسي. بنحاول نضغط الدوام في حصة فن في حصة إشغال إلى غير ذلك. وهي مهمة كمان. طبعا هي حاجة كثير مهمة. فهي برنامج شامل لنهاية العام الدراسي هذا الأنشطة كافية. سؤال الأخير سيدة أسماء أنه في كثير كمان ناس أو الأهالي تحديدا بنشعروا بالضغط يعني من موضوع المتابعة الطالب يعني في دراسته بعد المدرسة. أنه بيقضي الطالب مثلا ست ساعات ربما في الدوام ومن ثم بيقضي كمان خمس ساعات في المنزل بيذاكرون لهم دروسهم خاصة في المرحلة الأساسية. قدش مهم كمان أنه نعطيهم نصائح نقاط معينة بحيث أن الطالب أو الطالبة ما يشعر بضغط يعني من كم الدراسة، ساعات الدراسة الطويلة وأيضا بعد الدوام المدرسي. أكيد يعني هذا حاجة كثير مهمة التنظيم الدراسي. المتابعة اليومية للطالب يعني أنا فرضا درس العربي بيأخذ معلم علمي في المرحلة الأساسية من التسعة لعشر حصص خلال الأسبوع. يعني أنا درس العربي بدي يكون عندي كراءة من ثم تدريبات فأنا الأم لما تقرأ بنتها تكون قادرة لما تكون تكرأ قادرة. إحنا بنوزع بننظم هذه الواجبات يعني اليوم مرقة عمل عربي، الثاني يوم مرقة عمل دين. يكون عندنا منظم فيه تنظيم فيه سجل بنظم هذا العمل وبريح الأهل. ونكتب ملاحظاتنا أول بأول للأهل سواء برسالة ورقية أو مش الانوش الكل بيستخدم الانترنت. فبيكون بنركز على الرسائل الورقية أنك يبسها بالكتاب ذات المرحلة الصغار. يعني على الأساس الآن يكونوا على اطلاع كامل على مستوى بناتهم. فبيكون هي التنظيم والمتابعة اليومية هي الأهم. بالفعل التنظيم والمتابعة اليومية بتخفف كتير يعني من الضغط في مراحل. أنا مش أنا أجب أتذكر أني أدرس بنتي أو ابني يوم الامتحان. وقت الامتحان صحيح. يعني هذه مزعجة. صحيح وحتى كمان هم الأهل يعني يكون عندهم شوية صبر وشوية دبلوماسية يعني في تدريس الأطفال خاصة في المراحل الأساسية. طبعا الأهم شيء الصبر معهم يعني إحنا منهجنا الحمد لله صار فيها تغيير. صحيح. منهج الرياضيات شوية على المرحلة الصغيرة لكن العربية والمواد الثانية هي مريحة تؤسس الطالب بالذات منهج الصف الأول. كثير بساعد على تأسيس الطالب منحه التقى بالنفس أكثر والتعبير عن نفسه. لأ سمدها وقتنا بس بدي أعطيك إذا تحب تضيفه أي شيء في الختام مسايدة أسماء. والله كل الشكر لإلكم لا استضافتي وكل الشكر لوزارة التربية والتعليم ومدير التربية التعليم أستاذ أمين عواد على دعمهم ومساندتهم الكامل للإدارات المدرسية. والثقة في قادة هذه المدرسة. بالفعل نحن كمان وجهلهم التحية ومشكرهم دائما على متابعتهم للإدارات. والذي مثل ذلك هي الإنجازات الفلسطينية التي تحقق على مستوى التعليم الفلسطيني. شكرا وجودك معنا تحية لكل طلبة طلبة المدرسة ولكل أيضا مشاهدينا في سلفيت وفي دير بلوت. أهلا سهلا فيك حبيب تشكرا لك. مشاهدينا ننتقل إلى صحتك والحديث عن الموسيقى وفوائدها. اشتركوا في القناة